بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الفضيل خلال الجلسة العامة لمجلس النواب وجه جبالي التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة قدوم شهر رمضان معربا عن خالص التهنئة للأمة الإسلامية والشعب المصري دعينا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام على مصر بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تحتفل مصر والأمة العربية والإسلامية بقدوم شهر رمضان المبارك شهر الرحمة والمغفرة شهر القرآن والعمل الصالح والقرب من الله سبحانه وتعالى وبهذه المناسبة العزيزة والغالية علينا جميعا أتوجه باسمي وباسمكم جميعا بخالص التهنئة للأمة الإسلامية بوجه عام والشعب المصري بوجه خاص داعينا الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا جميعا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وأن يجعل هذا الشهر شهر خير وبركة لنا جميعا كما ندعو الله العلي القدير أن يعيد علينا هذه الأيام الجليلة وعلى مصرنا الغالية بالخير والنماء والرخاء تحت قيادة سيادة رئيس الجمهورية فخامة سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة